اشتركوا في القناة شهر واحد في 2020 رح نبدأ بحركة الكواكب ونعرف الكواكب هاي وين موجودة وبدنا نحكي عن الزوايا الخطرة خلال هذا الشهر رح نحكي عن التوقعات اللي هي اول 20 يوم وبعدين انتقال الشمس في العشرين يوم الثانيات يعني هسا الشمس موجودة بالجدي وبعدين رح تنتقل لده رح نحكي عن المرحلتين هذولا ايش اللي رح يتأثر منها البرج الشمس في الجدي من يوم 22-12 2019 لغاية 21 عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبنتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبينتقل ذهر يوم 3-1 بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي أورانوس مازال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11-1 نبتم في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة أو المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث أيام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا بسبوعين أو ثلاثة يعني آثارها بلشت تتبين وفي أشياء بلشت آثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 أو منتصف شهر 12 الزوايا هاي عندنا يوم 12-1 يقترن عطارد مع زحل ومع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13-1 راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع أورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس إلهب القيادات وإلهب الجيش إلهب الحكومات بأصحاب القرار أورانوس إلهو علاقة بالانقلابات إلهو علاقة بالثورات إلهو علاقة بالاغتيلات إلهو علاقة بالأشياء المفاجئة بلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري وهو تكوينه النار إلهو بالحروب وإلهو بالنار وإلهو بالأشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما أنه أغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه بداية موسم الشتاء فرح تكون التأثيرات يعني والله أعلم إلهو علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة إيش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن أمطار ممكن ثلوج ممكن أعاصير بس أعاصير ما مش بتخوف يعني أعاصير إنها بدأت شيء لبلاد يعني ممكن إيش العلاقة بالنار بما أنه المريخ بلوتو أورانوس والمريخ برضو إلهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف إحنا خلال فترة آخر عشر أيام من الشهر هاد إيش الآثار اللي ممكن تصير أو الأحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها إحنا ومنشوف إيش الأشياء اللي صارت ما بدي أعلق على أي شيء ما بدي أتنبع بأي شيء وما بدي أتوقع بأي شيء خلي الأمور ماشي على تسهيل المولد بالنسبة للشمس لما تكون موجودة هي وزحل الجدي وبكونوا مقابل السرطان مباشر على الخارطة الفلكية هاي معناها معاكسة وسلبية مربكة واللي عنده قضية أو مسألة قضائية راح تلاحظ تطورها وممكن تتفاجأ بعدو أو خصم مفاجئ يعني بكون شوي هيك متخبي وراء صداقة أو علاقة بحول أنه يتقرب من خلالها يعني بمعنى آخر بيكون فيه عراقيل وتأخير بسبب لك ردات فعل يعني ممكن أنها تكون مش منيحة لا تخلي مشاعرك تتحكم فيك حتى لو حد استفزك أهم شي لا تخالف قوانين بدك تدير بالك من الخصم المتخفي وراء صداقة أو علاقة مقربة لإلك وانتبه من الأصدقاء المزيفين ممكن يوقعك بمشاكل قاوم ميولك السلبي ومشاعرك السودة لا تنتقد ولا تنقل كلام ما تتعجب إذا انقطعت علاقة مع صديق أو حبيب صحيح أنه مش كل الشهر سلبيات بس حبيت أني أنبه من الشغلات الخطرة يبل الشغلات المنيحة هذا الشهر بتكثر فيه الاجتماعات والاتفاقيات العاطفية والمهنية والاجتماعية وممكن تكون فيه فرصة ممتازة بس ما تخربها بكلمة انتبه من المحتالين والمضللين وانتبه على صحتك أهم إشيه لأنه لما تكون الشمس مقابلك مباشرة يعني هذا أنه طاقتك ضعيفة جدا حسا موقع الزهرة في مكانه بيخفف عليك السلبيات وبيجيب لك شوية فرص ممتازة وبشكل مفاجئ ممكن يعني يحمل تسوية أو انفراج في الفترة القادمة بعد عشرين الشهر يعني بتبدأ الأمور والفترة هاي كلها بتبلش تتلاشاء وبتصير الأمور أحسن وأوضح وأيسر له ممكن أنك تلاقي تسوي وحلول لكثير مشاكل وممكن ترجع عن قرار اتخذته أو تنسحب أو تغير مسارك ولكن على الأرجح رح ترجع أو تتحرك لصداقات أو معارف ما كانوا صدقين اتجاهك ولكن ده كدير بالك أنه رح تظهر بعض المسائل المصرفية والبنكية القانونية الاستشفائية لازم تهتم فيها بالنسبة للفكر والسفر والدراسة هاي الفترة يعني ما نحاول أنه نبهك إحنا أنه ما تحاول أنك تدخل أنت بعلاقات عاطفية خصوصا مع شخص غريب إذا ما كنت متعرف عليه بشكل منيح ودرسته بشكل ممتاز ممكن هاي العلاقة تبوء بالفشل في النهاية عشان هيك حاول أنك تركز وتدرسها بشكل ممتاز وممكن تواجه بعض الصعوبات في تحقيق بعض مشاريعك بالنسبة للمال والعمل تستفيد من مكاسب عن طريق زوج أو عن الزواج أو عن طريق شراكة أو عن طريق أعطية يعني حدا يمنى بداينك فلوس أو بعطيك فلوس بساعدك في عندك مبادرات مهمة رح تستفيد منها وتكون تتمتع بحيوية كبيرة جدا في الفترة القادمة بتجد حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية بدك تنتبه لأنه ممكن في الشهر هذا تتعرض لبعض الالتهابات أو الجروح أو حروق ميدانية في مكان العمل وللسيدات اللي في البيوت بدهم ينتبهوا من الغاز أو من أي شيء ممكن يولد نار أهم شيء بدك تحاول أنك تمسك إيدك شوي لأنه هاي الفترة فيها نفقات وفيها مصاريف ممكن شوية تلاقي بعض الصعوبات بأمور مرتبطة إما بدين أو إرث في نقص في الحيوية عشان هيك ما تهمل وضعك الصحي وحاول أنك تراكبه بشكل ممتاز الفترة القادمة ممكن أنها تجيب لك شوية فلوس الفلوس هاي تيجي إما عن طريق شراكة أو عن طريق زوج أو عن طريق زواج أو عن طريق تركي وبيزيد اهتمامك في الأمور الروحانية أما الأمور الزوجية والعائلية والعلاقات الاجتماعية ابترغب في القيام بدور اجتماعي مهم وتحقيق الاستقرار هاي فترة مناسبة للتحسين العلاقات الزوجية أو مع الشركاء وهاي الفترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات الزوجية أو مع الشركاء بس بدك تنتبه في العمل من علاقتك مع الزملاء وصلنا لتأثير الكواكب خلال هذا الشهر المريخ بحذرك من العمل لاسيما في العلاقات مع الزملاء وبدكوا تديروا بالكم نرفع حاجيات ثقيلة عن الأرض لأنه أسفل الظهر بكون معرض للإصابات المشتري بدعمكم في الشراكة الشراكة هاي إما عمل أو شراكة زواج هو زحل وجوده في بيت الشراكة هو شوية اللي بيجيب شوية مشاكل في شراكة في العمل أو في الشراكة العاطفية عشان هيك بتكونوا حذرين وتعرفوا أنه أي سلبيات موجودة أنتوا السبب الأساسي فيها عشان هيك بتكونوا تراخبوا هاي الأمور أورانوس بيعمل تغيير مفاجئ في العلاقة مع بعض الأصدقاء عشان هيك يحضرنا في البداية من انقطاع علاقة أو بداية علاقة أو معرفة جديدة إبلوتو بيعمل على إنهاء أي شراكة قائمة برضو بتكونوا حذرين من مقطة هاي نبتون اهتمام في الأمور الدينية والفلسفية وعلوم الموارئيات هيك بنكون انتهينا من تحليلنا للخارطة الفلكية لهذا الشهر طبعا تنطبق هاي على البرج وعلى الطالع وكل هاي اللي حكينا احنا هذة توقعات مش تنبؤات في النهاية الله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إلي سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة